اخي يا جماعة ما ودي اقولها ما ودي اقولها يا اخي لساني يرفض انه ينطق بهذه الكلمات ولكن معليش لااسف لنفسي واسف لكم يا جماعة بس يب للأسف بعد فترة طويلة يعني مضطرين ان نقول جود جاب نيتفليكس جود جاب بس هذا مو معناه اني اتصالحت معاكم لا ما زالت الحرب قائمة الي ان تبطلوا سبهللة وتركزوا على الترفيه وتسعبوا على ام الاجندة اللي ملهاش لزمة والبدوفيلة وقلت اول فيلم اذاك يتحذف لازم لازم اذا انحذف ذاق الفيلم تنتهي الحرب بيني وبينكم يا تفليكس ما انحذف الحرب قائمة شوف يا جماعة انا في العادة ما احب عمل مراجعات كثيرة للأفلام للمانة بس هذا الفيلم يا جماعة فيلم The Swimmers انا اشوف انه من واجبي اني اسوي له مراجعة او على اقل اتكلم عنه مش فقط كيوتيوبر ومراجعي للأفلام والمسلسلات والانيميات وغيرها ولكن كانسان يدعم ويساند اخوانه العرب في كل مكان اللي اضطروا انهم يهاجروا من بلادهم ويذوقوا المر يتركون بيوتهم وذكرياتهم واهلهم وجيرانهم ومش علشان هم يكرهون وطنهم او بيوتهم او شوارعهم ولا علشان اوروبا او مره نايس واو متحضرين وناس منفتحين ولكن علشان يعيشوا حياه افضل حياه كريمة بعيدة كل البعد عن الحروب والمشاكل السياسية اللي غالبا ما لهم اي يد فيها اصلا فيلم The Swimmers او السباحات ان قدرت اترجمها بشكل صحيح فيلم يحكي قصة جدا جميلة ومؤثرة يا جماعة لسارة ويسرى اختين من سوريا اضطروا انهم يهربوا من سوريا اثناء الثورة وينتقلوا للعيش في اوروبا وبالتحديد في المانيا ويناقش الفيلم رحلتهم من البداية من يوم بدأت الثورة ومن يوم اتخذوا قرار انهم يتركوا بيتهم واهلهم وجيرانهم واحبابهم ويخرجوا من سوريا ومنها الى تركيا ومن ثم اوروبا وكيف رح يخرجوا من سوريا؟ كيف رح يوصلوا الى اوروبا؟ على البحر على البر على الجو واللي رح يضطروا يسافروا بكل طريقة ممكن تيجي في طريقهم وايش هي العقبات والمشاكل والمخاطر والتحديات اللي رح تواجههم في هذه الرحلة التعيسة الفيلم للامانة هي جماعة مرة مؤثر وان ما كان يحكي تفاصيل القصة بالكامل الا انه فعلا خلاني استشعر اشياء كثيرة جدا وخلاني احس بمعاناة الكثير من اخواننا العرب اللي اضطروا انهم يخرجوا من ديارهم ويروحوا لبلدان ثانية وفي حال انك ما تابعت الفيلم يا عزيز الوجيه احب اقولك ان الفيلم هذا ماه من مخيلة اي كاتب ولا من تأليف اي شخص من الاشخاص انما مستوحى من قصة واحداث حقيقية حصلت في يوم ما وفي مكان ما وفي تاريخ ما على هذه الكرة الارضية فتعالوا وخلونا نتكلم عن فيلم The Swimmers الفيلم يا جماعة من بطولة منال عيسى واللي قدمت دور سارة مرديني وبطولة نتالي عيسى انا ما اعرف اذا هم اخوات في الواقع برضو لان اسمهم كلهم اسم والدهم عيسى نتالي عيسى قدمت دور يسرى مرديني وشاركهم في بطولة هذا الفيلم برضو الممثل المصري احمد مالك بدور ابن عمهم نزار وكذلك النجم الالماني والكاتب والمنتج ماتياس اسمه الثاني مرة صعب فما بقرأه ومن اخراج المخرجة المصرية سالي الحسيني قبل ما تطلع من الفيديو علشان ما احرق عليك الفيلم هذا لازم تتابعه لازم تتابعه لانه ان ما غيرك وما لمسك وخاطب مشاعرك فهو غالبا راح يشدك بقصته واحداثه المؤثرة والجميلة في نفس الوقت فالقصة ببساطة وبعدها لازم تفقعيني علشان ما نحرق عليك سارة ويسرى ابوهم مدرب سباحة ولما كانوا في سوريا والحياة جدا جميلة والطبيعة والامور كل شي تمام كان حريص والدهم انه يخليهم يمثلون سوريا في رياضة السباحة وكان يدربهم احسن تدريب وحاول ان يوفر لهم حياة كريمة قدر المستطاع وفي عز حماسهم للوصول الى الولمبيات حصلت الثورة السورية عام 2011 ودمرت جميع احلامهم ولكن ما زال للحلم بقية لما قررت سارة ويسرى انهم يسافروا ويهربون الى اوروبا كلاجئين ويتركون اهلهم واصحابهم وجيرانهم وكل حياتهم وذكريات طفولتهم خلفهم وفي نفس الوقت يبغوا يحاولوا يستمروا في تحقيق حلمهم وحلم ابوهم في انهم يمثلوا بلدهم سوريا في رياضة السباحة انا ما راح اقول لك ان الفيلم واو عشر من عشرة ومن اعظم الافلام والتطبيل والكلام هذا بس هذا الفيلم بالتحديد ضروري كلنا نتابعوا يا جماعة لانه يحكي قصة حقيقية اولا ولانه كمان يخاطبنا كعرب ويخلينا نستشعر ظروف اخواننا في كل مكان حول العالم كمان وفي نفس الوقت عشان نستشعر النعمة اللي احنا فيها يا جماعة وندعي ونتمنى الخير والامان لكل الاشخاص اللي حوالينا على كل حال روح تابع الفيلم وبعدين تعال ايش شوف المراجعة او شوف ما تبقى من المراجعة اشترك في القناة وحط لايك على الطريقة قبل ما تفقع ويعطيك العافية اوكي جماعة الفيلم هذا للامانة حبيته لعدة اسباب اولا لانه عمل عربي ويحكي قصة حقيقية ومن بطولة ممثلين عرب واخراج برضو مخرجة عربية وهذا الفيلم ان كان بيثبت لنا حاجة فهو راح يعيد راح يعيد اثبات انه صناع الافلام العرب عندهم الكثير ليقدموه لو جاتهم الفرصة المناسبة والدعم المناسب ثاني حاجة يا جماعة الفيلم اعجبني فيها التمثيل التمثيل جدا رائع سارة ويسرى وكمان نزار مؤدين ادوار الشخصيات للامانة قدموا ادوار جدا رهيبة حيحنا ما هي ادوار اسكارية يا جماعة ولكن يكفي انهم خلوني احس بكل المشاعر اللي مرت فيها شخصياتهم وادوارهم للامانة كانت جدا متماسكة من ناحية الاداء وتقديمهم لادوارهم وحواراتهم للامانة كان من ارواع ما يكون ثالث حاجة يا جماعة الاخراج اي نعم صح ان الاخراج ما يحمل هوية عربية مميزة وواضحة بقدر انه يميل الى الاسلوب الاوروبي والامريكي واسلوب هوليوود بشكل عام ولكن للامانة كان ملائم جدا للقصة ولأحداث الفيلم بشكل عام انا زعلت بس من ناحية وحدة بس وهي ان القصة ما تم تقديمها بشكل مفصل قدر الامكان اوكي انا عارف انه في تفاصيل كثيرة في القصة مستحيلك فيها هذا الفيلم بس كنت اتمنى انهم يضيفوا اكبر قدر من التفاصيل ان امكن يعني لانه يا جماعة احنا ما نتكلم عن ناس سافروا من مدينة المدينة ولا نتكلم عن ناس سافروا من دولة لدولة نتكلم عن ناس طاروا من سوريا بطائرة الى تركيا ومن تركيا جلسوا اخذوا باص ومشيوا وتبهذلوا وجلسوا مدري كم ساعة في الطريق ما يقدرون حتى يدخلوا الحمام وبعدها اخذوا قارب بحري تعيس جدا حتى هوائمه قارب سنع وقطعوا البحر الى اوروبا من دون قبطان ومن دون سواق ومن دون اي شي الادم يحطهم فوق القارب واخذ من كل واحد منهم الفين دولار وقال لهم يلا البحر امامكم انطلقوا نروح فين روحوا سيدة ما عليكم بتوصلوا حاجة مرعبة فكان في تفاصيل كثيرة كان ودي انهم يضيفوها من ناحية الرحلة البحرية بالتحديد رحلتهم في البحر حسيت انها مختصرة مرة فهمين علي يعني بس لو ركزوا على رحلتهم في البحر هذه بالتحديد واضافوا لها تفاصيل اكثر انا متأكد انها كانت راح تضيف للقصة وتقييم الفيلم بشكل عام الكثير قارب مطاطي حالة حالة محرك يالله يالله يشتغل القارب مليان اشخاص والله شكلهم في البحر كان مرة مخيف مخيف كيف قطعوا البحر هذا كله بقارب زي كذا وبهذا العدد من الاشخاص غير عائقة اللغة في التواصل غير انه في ناس ما تعرف تسبح حاجة مرعبة رحلة كانت مرعبة الجزء بس رحلة البحر دي كانت مرة مرعبة ليش قلت الكلام هذا ليش اتمنيت انهم يضيفوا تفاصيل اكثر لهذا الجزء بالتحديد لانه يا جماعة اعرف واحد من اصحابي سوري طلع من سوريا ايام الثورة السورية وما راح لمكان بعيد راح لمصر بس رحلة من سوريا الى مصر قصة اللي فيها قصة يا شخ تجيب الهم قصة مرعبة ومعاناة تفاصيل كثيرة اكثر من الرحلة البحرية اللي قدموها نتفليكس في هذا الفيلم ما وصل مصر الا بعد ما طلعت روحه وكره حياته وما هو الحاله معه زوجته معه بناته شي مرعب وكلنا نعرف المسافة ما بين مصر وسوريا مرة ما تقارن بالمسافة ما بين اوروبا وما بين تركيا وما بين سوريا لكن عموما يا جماعة هي سلبية ولكن ما راح تنقص من قيمة العمل الكثير للامانة ولكن عموما يا جماعة القصة تم تقديمها بشكل جدا سلس ويشد الانتباه ومثير التمثيل للامانة من جميع الاطراف اللي ذكرتها سارة ويسرى ونزار كان برضو من ارواع ما يكون الفيلم يا جماعة خلاني استشعر صعوبة الرحلة والهجرة من بلد الى بلد ثاني في ناس تسافر بكل حب وهدوء من دولة الى دولة ثانية احلى طيران واحلى ملابس واحلى حياة ومع ذلك شعور الهجرة نفسه الهجرة من بلدك اللي تربيت فيه وعشت فيه وفي ذكريات طفولتك كله الهجرة من هذا البلد والروح البلد الثاني مهما كانت الظروف هذا الشعور دائما مؤلم وحزين فما بالك باشخاص تركوا بلادهم في ظروف جدا صعبة زي كذا وتركوا امهم وابوهم واختهم الصغيرة وكل شي حلو كل ذكرياتهم في هذه المدينة او في هذه الدولة اللي هي سوريا وراحوا الى دولة ثانية بتفاصيل وثقافات ولغات مختلفة تماما شعور مؤلم وصعب جدا يا جماعة وقدرت فعلا اني استشعروا من خلال هذا الفيلم هذه هي القصص اللي فعلا تلمسنا وتساعدنا ان نتغير تخلينا نشوف الحياة بشكل مختلف ونحس بشعور الناس الثانية اللي من حولنا للامانة الفيلم قدر يخليني احس اني في الطائرة معاهم اول ما طلعوا من سوريا وقدرت احس بمعاناتهم وقت ما طلعوا القارب رحلتهم في البحر هذيك زي ما قلت لكم يا الله كانت شي مرعب في لحظات كثيرة كنت على وشك اني امكي صراحة في لحظات كانت جدا مؤثرة غير المشاكل اللي واجهتهم يا اخي الكل قاعد يستغل لهم حرفيا ما في ولا احد خدمهم كذا خدمة انسانية الا بعدين لما دخلوا بطريقة شبه نظامية وصاروا لاجئين اللي في تركيا اخذ على الرأس الواحد او على الشخص الواحد الفين دولار الفين دولار او الفين يورو يا ساتر ومع ذلك كله تدفع المبلغ ذا كله وفي انها تطلع البحر بقارب بلونة بلونة هوائي وما معاك احد يسوق القارب يركب لك المحرك يقول لك انطلق روح غير التحرش اللي صار لهم في الطريق غير انه في واحد ثاني يركبهم لنص الطريق واخذ منهم الفلوس ورماهم غير المضايقات والاستغلال والمعاملة العنصرية اللي تعرضوا لها في دول كثيرة وفي نفس الوقت وللامانة يا اخي في لحظات كانت جدا سعيدة بالرغم من بساطتها الا اني كنت انبسط لهم كانت اللحظة السعيدة ولو هي بسيطة كانت جدا مهمة ولها قيمة كبيرة بالنسبة لهم غير انه يسرى قدرت بالفعل انها تحقق حلمها وحلم ابوها وتحقق لقب بطولة اللاجئين في البرازيل انتم مستوعبين يا جماعة الروح العالية والعزيمة اللي عند البنتين هذولي اوكي سارة ما كان عندها نفس العزيمة بس يسرى يا اخي ما شاء الله تبارك الله حملوا الحلو والمر وتعرضوا للتحرش والمضايقات في الطريق ومروا بكل ظرف سيء ممكن يمر فيه انسان في هذه الحياة من عطش من جوع من هرب وقفز عبر الحدود من مطاردات ومن ملاحقات من كابوس انهم ممكن يتمسكوا في اي لحظة ويرجعوا الى بلدهم ويروح تعبهم كل سدى وبالرغم من هذا كله ما استسلموا ابدا ما استسلموا كافحوا وقاتلوا علشان يوصلوا للمكان اللي يبغوا يوصلوا له ويحققوا احلامهم عموما القصة ما تم تقديمها بشكل كامل فيها تفاصيل كثيرة ترى بالذات بعد الاحداث اللي امتهى فيها الفيلم لا صارت اشياء ثانية كثيرة سارة اللي هي تقريبا الاخت الكبيرة اشتغلت وساعدت اللاجئين في انهم يوصلوا الى بر الامان يسرى اكملت مسيرتها في الرياضة والرياضة السباحة بالتحديد وساعدت اللاجئين برضو باكثر من طريقة غير ان يسرى في نهاية الفيلم ذكروا انها معرضة للسجن لاكثر من 20 سنة او لحوالي 20 سنة بتهم ما لها اي معنى وهي انها كانت تساعد اللاجئين في الدخول او في الوصول والاستقرار في اي بلد فكنت اتمنى لو بجزء بسيط انهم يلتفتون لتفاصيل اكثر من القصة مو شرط يعني التفاصيل اللي صارت بعد الاحداث بس اي تفاصيل ثانية في القصة لاني متأكد انه ساعتين ورحلة زي كذا مستحيل تكون كافية ابدا اللي صار في الفيلم ما هو الا قطرة من بحر وكلنا غالبا عندنا اصدقاء من سوريا ومن دول ثانية ونعرف انه الهجرة والانتقال من دولة لدولة بطريقة زي كذا صعبة ما هو سهل ابدا وفي تفاصيل جدا كثيرة وعموما يا جماعة علشان بس ما يطول الفيديو ما نخوض في تفاصيل اضافية اكثر اللي عملوه سارة ويسرى للامانة حاجة تخلي الواحد يحس بالفخر رحلة صعبة رحلة شاقة خاضوها بكل قوة وتحملوا كل حلو كل مر فيها هذا ان كان فيها حلو ومع ذلك قدروا انهم يحققوا شيء ويخلوا الناس كلهم يعرفوا قصتهم وكمان خلوا نتفليكس تعمل فيلم عنهم الفيلم الى تاريخ هذا الفيديو تقريبا على موقع ايم دي بي حاصل على تقييم سبعة ونص من عشرة وانا للامانة ما اشوفه تقييم منصف بالرغم من اني اثق في تقييمات ايم دي بي بس سبعة ونص ما هو تقييم منصف ابدا يعني انا شخصيا اعطيته تسعة من عشرة واشوفه يستحقه وبجدارة ختاما يا جماعة فيلم The Swimmer فيلم رائع جميل مؤثر وبالرغم من انه مصنف كفيلم رياضي ويحكي قصة واقعية في نفس الوقت الا انه الرياضة كانت جزء بسيط جدا منه الجانب الدرامي والانساني لها الحصة الاكبر بكل تأكيد وفي حال انك جلست عابط وتابعت الفيديو الان اخر وانت ما تابعت الفيلم احب اقولك اروح تابعه لازم تتابعه اشترككم العافية يا جماعة لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو اعجبكم الفيديو واشترككم في القناة لو ما كنتم مشتركين وتعالوا تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وقناة العاب برضو في صندوق الوصف كان معكم الوجيه واشوفكم في الفيديو القادم